مرحبا بكم متتابعي الاعجزاء مرحبا بكم في فيديو جديد اللي ما شاء الله غادي نحضر معكم واحدة الرايب اللي كي يجي رائع جدا في الكيسان بهالطريقة قرب شهر رمضان وغادي نحتاجوا بحالات الوصفة ان شاء الله خصوصا للصحور كنتم منى كاملين تبعوا معي المراحيل وطريقة ديالتحتان باش حصلوا على واحدة نتيجة اللي رائعة واحدة اللي رائعة جدا كانتمنى تبعوني حتى الاخر كيفما كيبال لكم اول حاجة غادي نحتاجوا غادي نحتاجوا هنا واحدة اترو ديال الحليب تقريبا انا غادي نحتاجار اترو غادي تشوفوا معايا غادي ديلي خمسة ديالكيسان كبار وانتم غادي تختاروا الكيمية اللي بغيتو على حساب عدد الافراد ديال اسراء ديالكم اول حاجة غادي نديروها غادي ناخدو هاد الحليب غادي نديرو فوق النار غادي ناخدو هاد الكسرونة غادي نديرو فعل حليب ديالنا غادي نضيرو فوق النار حتطلع فيه تقريبا لغلياو كيفما كيباليكو امرأ الحليب ديالي بدكي يغلو من بعد ما غادي يغلل الحليب غادي ناخدوه وغادي ناخدوه نديرو فوق الاناق باش يبرد لنا غادي ناخدوه على جنب حتى تقريبا تيكون واحدة ما تيكون لبرد لسخون كيكون فاتر كيفما كنقولو من بعد ما غادي يبرد لنا الحليب ديالنا غادي ناخدوه غادي نزيدو عليه باقي المكونات كيفما كيباليكو انا هنا غادي نجربوه بالطرف ديال الصبعي اي لا حسيت بيه رادفة يعني ما يكونش سخون بزاف را غادي يكون وجد عندي تقريبا بحل ما باش كنغسلوه جهنا غادي نضيفو الياغورت من الاحسن يكون الياغورت اللي تيكون شوية طروفة هدك ولا كيساعد ضانون ديالكم ولا الريب ديالكم كيجي هكدك طروفة كبار ما يكونش ضانون كريمي انا عندي هنا هاد الياغورت بالنكهة ديال الفاني وغادي نوضعو عليه تقريبا واحدة تلات ملاعق ديال السكر على حساب الرغبة ديال كل واحد وعلى حساب الدق ديالو انا غادي نقول لكم الماركة ديال دانون اللي كنستعمله من الاحسن نستعمله يومي اللي غادي يكونو طروفة كبار كيف مكلكو ما يكونش كريمي غادي نضيفو واحد شوية ديال الفاني ولا الفانيلا وغادي نخلط المكونات ديالنا جيدا حتى يندمجو وذك الياغورت خصيدو بلينا مع الحليب وما يكونش طروفة غادي نحركوه جيدا ومن بعد كيف مكيبال لكم غادي نعمرو في الكيسان كين الناس اللي كيدورو في قرعه يعني كيبغيو يخويوه ما تيكون في القرعه وتيخويوه وكين الناس اللي كيبغيو يقدموها كده في الكيسان على حساب الرغبة ديالكم غادي نعمرو الكيسان ديالنا موسيقى كيف مكت ليكنت تقدر اضبله المقادير على حساب الكيمية يhoneك publique اللي بغيتو اللي محتاجينها كيف ما قلت لكم قبيلة سوف يكون الحليب فاتر قبل ما نضيف عليه الياغورت ديالنا ويكون الياغورت اللي ما يكونش كريمي يكون ذاك اللي قيت قطته غادي ناخدو هادا الكيسان غادي نقطيوهم بواحد البلاستيك غادي نقطيوهم جيداً وغادي نقطيوهم من الفوق بشي حاجاتكم اللي سخونة غادي نخليوهم تقريباً واحد لمدة ديالليلة كاملة ومن بعدها دهو الشكل نهائي ديالا الريب ديالنا ولا اليوغورت ديالنا كيف ما كيباليكم زيننا بشوية ديال الفستق ممكن زينوا هنتم على حسب الرغبة ديالكم على حسب الرغبة ديالكل واحد فيكم كنتمنى لوصفة ديالي وما تكون راقتكم وعجبتكم وكنتمنى تجربوها ولي اول مرة كيشاهد لقاناة ديالي كنتمنى ما يبخش عليا ويدير جيم ويدير اابوني وما تنسوش تفعل جرس هكذا غادي وصلكم دائما جديد الفيديو هات ديالي وجديد الوصفة ديالي كنتمنى تبختجو هاد الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم كيف ما كيباليكم مشكل دياله كيجي رائع وغادي نفعنا ان شاء الله في شهر رمضان للصحور وللفطور على احساب الرغبة ديال كل واحد وصدقوني كيجي رائع منك هاد يالفاني غادي نقطع معاكم شوية باش شوفو كيجي ناجح والديد وصلت معاكم نهاية الفيديو تمنى نلقاكم باخير والاخير في الصفات مقبلة وفيديوهات مقبلة وتابعوني دائما وما تنسوش تفعيل جرس واسلام فاسوا اخرى ان شاء الله واسلام واسلام ان شاء الله وانش وامش وانش 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 اشتركوا في القناة